الخبر الأول اللي عادنا عن نارين بيوتي ومو فلوكس والمشكلة اللي صارة بيناتهم فنارين بيوتي شالت المتابعة لحساب مو فلوكس بالإنستغرام وبمو فلوكس زوى نفس الشي والغل المتابعة من حساب نارين بالإنستغرام وحط على قنواتهم باليوتيوب قناة مو أو قناة نارين صار لهم أسبوع آخر مرة نزلوا ويهبعض والنفس الشي بحساباتهم بالإنستغرام أيضا من ملتقي رغم أنه اثناتهم مبدوبي حاليا فهل يا ترى صايرة مشكلة بيناتهم أو عركة أو خلاف معين؟ إن شاء الله يا رب لا وكتبوا لها بالكومنتاج ونتحرياتكم الخبر الثاني اللي عادنا عن هنودي أوسم ونورستارس بالنسبة للأشخاص اللي ما يعرفون منه هو هنودي أوسم فهنودي أوسم هو يوتيوبر سعودي عند قناة باليوتيوب بها 2.5 مليون يقدم محتوى انتقاد ومبارحة نزل هذا المقطع اللي هو كان انتقاد على نورستارس وبنفس الوقت بهذا المقطع كيشف حقيقة أغنية نورستار الجديدة بلوك إنها مسروقة مسروقة من أغنية أجنبية مثل ما شايفين قدامكم اللي هي هاية فهنودي حطلنا بعض اللقطات اللي تبين بين التقليد وبين الأغنية الأصلية طبعاً هناك تشابه كلش كبير مثل ما شفنا بهذا اللقطات فهوية من الأشخاص صاروا يتهجمون على نورستار ويتهموا إنه حرامية طبعاً يكن يكون موضوع صدفة ومو أكثر يعني وللمعلومة بس إنه المقطع حنودي أوسم جزء من عنده نضرب كوبي رايت فلهذا صار ما بي صوت أتوقع ضربها هي شركة ديوان اللي هي شركة نورستارس مادر الصراحتين على كل ينكتبونه بالكومنتات الموضوع تقليد أو لا الخبر الثالث اللي عدنا عن بيسان اسماعيل ومحمد جواني والحرب الباردة صارت بيناتهم بعد المعركة الطاحنة اللي صارت بالصبح فحانية كل واحد بيهم دي يكتفي نزل ستوريات سواء الأشخاص اللي ده يدافع عنهم يوتيوبر أو مشاهير ولكن محمد جواني نزل على حسابه بالإنستجرام ستوري يقول بي إنه يتحدى بيسان وأمها إنه يصورون ردود لمتابعين مالتهم الفيديو مباشر يعني مو سكرينات رحطوكم للصورة عم تفتهمون أكثر يا جمارة يا جمارة سأل لكم شوات أقل الشيء لما حطرة سأل لكم عم صورة فيديو من قلبي موبايل يعني ما عم بحثوا في البدية وبينشور على الإستوري شوفوا شوفوا وبعد نزل هذا الإستوري عم ودي وضح الفكرة إنه مدخل على حسابه بالإنستجرام ومدخل على المحادثات الخاص وإنه كل الأشخاص يدعموه يحبوه يعني وما لقينه أي سب ولكن بيسان مردت واكتفت بتنزيل ردود المتعبين على جواني وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع عندي طلب حبيعي ببسيط واللي هو باقي هنا 7000 مشترك على 150 نقدر نوصلها اليوم كل واحد يضغط اشتراك وإن شاء الله حقدرنا وصلها وبس تتعونيكم في زمقات مملكة القصص ومع السلامة